السوق المصري نحن نتكلم على سوق وعد فيه استخدام كبير جدا للإنترنت فيه يعتبر من أكبر المستخدمين للسوشال تكنولوجيز في الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط أو حتى على نسبة العالم ومازال عندنا احتياج كبير جدا لأجهزة الكمبيوتر فبالتالي السوق مازال فيه إمكانيات كبيرة جدا ونأمل أن احنا من خلال إنتل كابتل اللي هي إحدى أزرع الشركة اللي بتقوم بالاستثمارات اللي هي الـ Venture Capital أن نلاقي برضو فرص نادر نحن نستسمى فيها فترة جدا هل فيه فرص محددة بتدرسوها الآن؟ احنا دايماً بندور على الفرص اللي هي بتساعد على الموقع قطاع التكنولوجي قطاع التكنولوجي بيعتمد على الإبداع بيعتمد على البحث فيه كل ما هو مرتبط بالتكنولوجي سواء إذا كان البروسيسور نفسه أو الحاجات اللي هي مرتبطة بالجهاز اللي بتساعد على التجربة بتاعت الشخص لأن النهاردة أي إنسان ما بشتري جهاز كمبيوتر بيهموا أكتر حاجة التجربة اللي بيخودها من الجهاز والاستخدام فبالتالي إحنا منعملنا الدراسات مثلا لقينا أن الناس بتحب أكتر تستخدم التوتش في الأجهزة بقى فيه لا يحتاج أكتر لتوتش كتير جداً مستخدمين بيفضل الجهاز يكون خفيف يكون بطارية تعيش مدة أطول هل هناك أرقام محددة عن حجم إستثمارات إنتيل العالمية في الشرق الأوسط ربما من خلال شركة إنتيل كابتر التي تحدثت عنها الآن؟ شركة إنتيل كابتر رصدت حوالي 50 مليون دولار لفرص الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإحنا فيه ممكن نستفيد جداً من هذا الفند بحيث لو لقينا فرص كويسة ممكن نبرزها ونطلعها من خلال الفند هل هذه الأموال 50 مليون دولار خلال 2013 أم خلال فترة زمنية أطول؟ لا هو صندوق محطوط لغاية لما يخلصه وبعد كده ببقى فيه استثمارات تانية هو صندوق وهو فند محطوط للشرق الأوسط وتركيا هل استثمر من هذا المبلغ جزء في مصر حتى الآن؟ استخدم جزء منه في مصر من خلال استحواز الشركة اللي هي اللي عملناها من حوالي سنة ومصر أحدثت عن انتل العالمية وحجم مبيعاتها خلال الربع الأخير الربع الأخير انتل العالمية حققنا على تاتة 50 مليار دولار وده كانت الريفينيوز تحت الشركة سوري ده كانت السنة كلها الربع الأخراني كان حوالي عام 2012 عام 2012 وما زال فيه نموه فيه قطاع التكنولوجي كبير جداً وقد استمر النموه ده في خلال السنة الجاية ويمكن السنة الجاية هنشوف نموه أكبر لأن انتل هنطلب كمان التابلت وسمارتفون في السوق العالمي والسوق المصري استاذ كريم يعني كيف تنظر شركة انتل العالمية إلى السوق المصري إلى الفرص الموجودة في قطاع التكنولوجي في السوق المصري؟ الحقيقة هو الأسواق النموية بتمثل نسبة كبيرة جداً من النموه العالمي في سوق التكنولوجي يعني لو بصنا على سوق التكنولوجي ككل تقريباً الـ IT spending أو الصرف على الـ IT عالمياً تقريباً 2.1 تريليون دولار الأسواق الناشئة بتمثل من 2.1 مليون تريليون دولار حوالي البعض 2% يعني تقريباً 780 مليار دولار هذا لأنها لم تتشبع بعد من هذا القطاع؟ نحن نتكلم هنا على وسط أوروبا، شر أوروبا، نتكلم على أفريقيا، نتكلم على أمريكا اللاتينية، نتكلم على أشيا والباسيفك، من غير طبعاً اليابان دول الوحدهم يمثله 34% من الـ IT spending في العالم، وده يمكن أكبر فرصة نمو موجودة في العالم جاية من الـ emerging markets ونسبتهم من خلال الـ IT spending تتوطبط مع الدالة 50%، وهو ده القطاع أو هو دي الدول اللي بها فيها مصر اللي هي بتتؤثر على شكل الجهاز وسعره للدول النامية دي اشتركوا في القناة